راه هاد اللقاح راه لا يقتل الفيروس وما تحيدوش من الجسم هاد اللقاح خاص بيعني الرفع من المناعة دي الإنسان فقط خوتي اخوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم بدأ رسميا أول لقاح في إيطاليا وهاد شي هو اللي قالت هاد الممرضة بخصوص هاد اللقاح كذلك غاد نتكلم لكم على مجموعة من الأسئلة الشائعة بعد ما اكتر القيل والقال تتخرج منظمة الصحة وتتكذب هاد الأسئلة الشائعة وتتعطي توضيحات بخصوص الأجوبة كذلك رسميا تتصدر منظمة الدواء والغداء الأعراض دي الجلبة دي الكوبيد 19 اللي تم الجمع ديالها واليوم غادي نوضحها لإخوان والأخوات قبل ما تديروا الجلبة ضروري أنكم تشوفوا هاد الفيديو وما تنسوناش بالضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس وبعد الفاصل سنواصل إذن أول شي دائما غادي نتكلموا على الحالات الوبائية هنا في إيطاليا اليوم 27 شهر 12 2020 تستجل إيطاليا 8 913 حالة إصابة بالكوفيد الوفيات اليوم 298 حالة وفاة أما الناس اللي اتشافات 7 798 يعني بمعدل ذي الزيادة 817 حالة بالنسبة للوظائف الناس اللي بغوا يخدموا راكينا وزارة العدل تتعلن على أساس أنها بغى تخدم 142 تقني في مجموعة من المجالات سواء تقني في الإلكترونيك ولا تقني ميكانيك وكذلك تقني فيلاحي وهنا راهم طالبين غير الديبلوما يعني الباك في جميع المجالات وراء طريقة تقديم الطالب سهلة وبسيطة غادي نخلي لكم الرابط المباشر اللي غادي تدخلوه وتقدموه فيه الطالب وبالتوفيق للجميع إذن بالنسبة للقاح أول لقاح رسمي هنا في إيطاليا داروه اليوم 27 شهر 12 2020 شكون للممردة اسميتا كلاوديا وهي يعني تتصرح قلت اليوم بأن اليوم راه يوم تاريخي وأنها تسيدرها دخلت تاريخ بعد ما تم إجراء الجلب عليها وتم الإجراء الجلبة على أربعة ديال الممردين آخرين وراه لحد الساعة ما عندهم حتى شي عوارد حتى شي مشاكين بالنسبة لمنظمة الغداء والدواء الأمريكية راه صدرات واحد القائمة ديال 12 يعني العوارد الجانبية لتتقع الإنسان بعد ما تيدير هات الجلبة وهذا العوارد رامشي جمع غير من أمريكا من مجموعة من الدول اللي تم بداية اللقاح فيهم وحطوها رسميا على أساس أي واحد قبل ما يدير الجلبة يعني من أجل الشفافية خاصوا يعرف بأن راه الجلبة تدير هات العوارد هاتي كاملة وهما جمعوها وخل لقصوها في 12 عوارد وأول شي من اللي تدير الجلبة أشنو توقع لك واحد الألم في الموقع ديال الحقنة يعني فيما درتي الجلبة تتبقى عندك واحد شوية تصداعة ما في دراع ديالك قال لك تاني شي تكون عندك واحد تورم وحميرار في الموقع ديال الحقنة يعني المكان اللي تدرتي فيه الجلبة راتي تنفخ وتولي حمر ثالثا تترتافع درجة الحرارة وراها تتوصل أكثر من ربعين درجة ديال الحرارة وخاص لدي الجلبة دائما يكون راد بالو ويكون حداه الدواء لتنزل الحرارة كذلك رابعا قالوا بأنه غدي شعر بالإرهاق والعياء خامسا غدي يوقع عليه الصداع في الراس دياله يعني بحال شقيقة سادسا توقع عليه آلام في العضالات وارتخاء في العضالات سابعا قالوا احتمال إصابة بالقشعريرة يعني غدي تشد التبوريشة كذلك تمينا الآلم في المفاصيل يعني كما تقولوا الدك ديقا في العضام تاسعا غدي شعر بالغتيان يعني غدي يجي احتر الدان عاشرا تقولك غدي يجي تواعك في الجسم وهذا دليل قال لك على أنه فعال يدي النظام المنعارة خدام وحداش تدخم الغدد المفاوية يعني الناس اللي عندهم يعني عندهم حتى التيرويد راه ممنوع لهم بش يديروها هذا الجلبة 12 يعني قلق فرص دائلة لردود فعل تحسوسية شديدة يعني الناس اللي عندهم حساسية راه مخصوم يديروها هذا الجلبة كذلك الناس اللي عندهم تيرويد يعني اللي عندهم الغدد الدراقية حتى هم مخصوم يديروه يعني راه مجموعة من العوارض ما خصوم يديروه هذا الجلبة بتاتا يعني مبدئيا غدي يديروه غير الناس العاديين أو الناس اللي الكبار في السن ولا الناس اللي ما عندهمش مشاكل صحية كبيرة إذن بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية بعد ما كسر القيل والقال على هذا الجلبة وعلى أسئلة شائعة وكل واحد تتكلموا بأن هذا الجلبة راه تتغير الجينات الوراثية وهذا حطهم واحد الأسئلة وأجوبة ديالها إذن أول سؤال تيرد عليه يعني الناس يقول لك بأن هذا الجلبة تم التحذير ديالها بسرعة كبيرة يعني راهها غير آمينة أشت يقولهما أشت ترد منظمة الصحة على هذا السؤال إذن منظمة الصحة تقول لا راه خطأ هذا السؤال يعني راه الموافق على اللقاح كانت من قبل السلطات المقتصى فقط قال لك بعد تحقق منه تطلبات الجودة وداروا ليه تجاريب كثير جدا بالنسبة للسؤال الثاني تقول الناس بأن إيطاليا راه مازال مشراش لأن ما عندهم مش الفلوس ومازال ما غادش يشيروا اللقاح هنا ترد المنظمات تقول على العكس راه أن إيطاليا راه من بين دول أوائل اللي شرعت هذا اللقاح هي وفرنسا وألمانيا وهولندا هما اللولين اللي شروا ورا شروا بكميات كبيرة ورا غادة تبدأ توصل يعني فوج بفوج السؤال الآخر تقول بأن راه الفيروس هذا يعني بعد ما تم تحويل ذياله للسلالة الجديدة قالوا بأن هذا الجلبر ما عنده حتى شي دور لأنه يعني الفيروس تغير تحول جينيا بالنسبة للرد ذيال منظمة الصحة أشو تتقول؟ تتقول على العكس لا هذا الكلام غير صحيح لأن هذه الحقنة تهيح تهي صالحة هذا اللقاح صالح حتى لهذه السلالة الجديدة وراهم في طور التجريب ذياله ورا قالوا بأنه ورا ما كيش واحد الفرق كبير بأن راه الجلباء غادي تكون تقريبا فعالة نفس الشيء كذلك من بين الأسئلة التي تقولون الناس بأن هذه الجلباء راه غالية وغادي يستعملوها غير الناس الأغنية هما تترد يعني تترد المنظمة قالوا غير صحيح لأن إيطاليا شرعت أكثر من ستين مليون جرعة وغادي تفرقها بالمجان على المواطنين ولكن ده بغا تعطي الأسبقية للناس للامراض والناس اللي خدامين في المستشفيات والناس اللي خدامين في الشرطة وفي الإدارات عامة بعد السؤالات اللي قالت منظمة الصحة أنها شافوها بأن الناس تتكلم كلها بأن هذا اللقاح هذه الجلبة راه تتغير نظام الشفرة الوراثية ديال كل إنسان واش هذا الكلام صحيح ولا لا أشنو تترد منظمة الصحة تتقول بأن هذا كلام غير صحيح لأن هذا اللقاح ما تغيرش الشفرة ديال الإنسان الوراثية ولكن راه تتم غير الإنتاج ديال البروتينات في الخلايا اللي تساعد على أساس أنه ينمي القوة المناعية ديال الجسم يعني الجسم الإنسان وهذا هو الضور ديال هذه الجلبة قالوا تاني بأن سؤال آخر قالوا بأن الجلبة هذه يعني مدام تتدوم غير بضعة أسابيع يعني ما عندها احتشي هدف يعني عديمة الفائدة ما غديش تفيد للناس اللي غديش يلبوها ومن بعد جوج الأسابيع ولا ثلاثة وتنتهي الصلاحية ديالها أشنو تترد منظمة الصحة تتقول هاد الكلام غير صحيح لأن هاد الجلبة را عندها القابلية لشهور ماشي لأسابيع ولكن مازال ما تبتش وشأنه غدي تكمل للعام ولا غتبقى جلبة دائمة يعني ما تحتش تجلب مرة أخرى بحكم أنه غدي يجربوها في الناس ويتسنوه يعني هادشي تنتكلموه خاصهم يتسنوه واحد سنة باش يشوفوا الأعراض ديالها يعني راه الأمور مازال طويلة سؤال آخر تقولوا بأن هذا اللقاح لا يقتل الفيروس وما توقفش حتى الواباء يعني الناس ولو إلا كان في الكورونا ودرسي الجلبة غدي تقاه في الكورونا إذن أشنو تترد منظمة الصحة هنا تترد منظمة الصحة تتقول بأن هذا الأسئلة الشائعة خطأ علاش لأن الغارض من هذا اللقاح هو تنشط نظام الدفاع في الجسم للإنسان يعني ماشي غدي قتل الفيروس هو غير تنشط يعني تزيد المناعات للإنسان فقط يعني هذا راه ماشي تقتل الكورونا ولا تحد منها لا هو تزيد غير في المناعات للإنسان وملي تتزاد المناعات هي تطرد يعني هي تقتل الفيروسات بنفسها وهنا آخر سؤال تقول بأنه حاليا من بعد الإنسان ما يدير الجلبة واش ممكن أنه ما يبقاش يدير الكمامة وعادي يخرج عند الأصدقاء دياله والأحباب أشنو تتقول منظمة الصحة تتقول لا خطأ بأنه ولو أنت غدي تجلب رخصك تبقى دائما دير الكمامة وما تحاول تتفادى الآخرين وتبقى نفس الإجراءات اللي كنت تتدير في الأول تبقى تديرها تغسل يديك إذا تلاقيت بالناس يعني في الأخير رهج الجلبة باش الناس يفهموه أنا علاش خذت لكم هاد الأسئلة والأجوبة يعني مجموعة من الناس كانت يسولوا وتتكلموا بغيت نوضح لهم حتانا هاد الفكرة راه هاد اللقاح راه لا يقتل الفيروس وما تحايدوش من الجسم هاد اللقاح خاص بيعني الرفع من المناعة ديالإنسان فقط يعني تزيد لك في المناعة ديالك ولكن راه ما تيقتلش وما تيحايدش الكورونا هاد هو علاش أنا قاع المغزى من هاد يعني هاد الفيديو كامل باش نوصلوا الناس هاد الفكرة الخاطئة اللي كان مجموعة من الإخوان تقول لك صافي ملا غادي ندير هاد الجلبة راه غادي نقتل كورونا وصافي غادي نتهنى لا يا أخي ما غاديش تهنى مازال آه الجلبة غادي تديرها الله أعلم أشناهم العوارد لغادي خرجوا فك ولكن راه ما غاديش تقتل الفيروس ولكن غادي تزيد لك في المناعة اللي قاله غادي تزيد لك في المناعة ديالجسم وتسنق يعني ممكن الله أعلم هاد المناعة خاصة على المدبج تزاد وشهر وشهرين وش حتى سنة الله أعلم وفي الأخير ما تنسوناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وتبارتاجي الفيديو مع الإخوان والأخوات ديالك وإلى عجبك الفيديو اضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة